السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية متوسط اليوم شاء الله رانا راح نديروا مراجعة شاملة لاختبار الفصل الأول نبدو على بركة الله بالتمارين رقم واحد قالك ري رايت ديس سنتنسيز انتو بلورال رانا راح نديروا هذو الجملة اللي عطاهمنا في الجمع راهم عدنا في المفرد راح نحولهم للجمع قبلها ما نبدو نديروا في الحلم اللي حب هذو التمارين على شكل pdf على شكل هكذا مكتوب راكم راح نتلقاهم في صفحتي على الفيسبوك اللي اسمها نفس اسم القناة اللي هي الدعم في اللغة الإنجليزية مسي السامية راكم راح نتلقاوا عدة مراجعة أخرى ما نجدرت لها فيديو إن شاء الله راكم راح نتستفادوا منها إذن قالك my aunt is a teacher خالتي ولعمتي هي أستاذة إذن نبدو بالكلمة الأولى لازم هذه الكلمة الأولى نبدلوها ومبعدها الفعل أيضا ومبعدها المفعول به نبدو my aunt نقوله مثلا خالتي رجعها خالتي هذي تبقى كيف ما راهي my وانت رجعها ندلوها في الجمع كي ندلوها في الجمع زدولها الاس my ants أوكي مع my ants is كيف تتحول على خاطر عدنا جمع رجعها are أوكي my aunts are teachers هذي الطير أوكي لأن هذي دائما ندلع المفرد وإحنا ندلوها على الجمع يعني نطيروها teachers teachers والكلمة الآخرة نزيدوها s باش نحطوها في الجمع الجملة الثانية my foot my foot في الجمع تبقى هذي دائما ما يتبقى كي ما راهي أوكي foot الجمعة التاحة مشي foots لا لا هذي تفكرها مليح my feet كيما tooth أسناني tooth ترجع teeth أوكي ولا my tooth hurts هنا الفعل نروفيه الاس لأنه عدنا مفرد بسحكي يكون عدنا جمع الفعل نخله كي ما راه أوكي hurt احنا ما ندلوش الآس قريب درت الآس hurt me أسناني راهي ضرفية this shopping mall هنا this باش رجع هذه this للجمع قلو these أوكي these shopping malls عفوا the he is shopping malls هي في بلاسة ease احنا وش قلنا ease كي نحولوها للجمع ease نحولوها للجمع تبدأ are بس ما تنساش راهي من فيه هنا يا ندير نفس الشي ننفيه aren't very big كي ما راهي أوكي هنا the boy has a nice cat نقوله the boys جمع the boys has مع الجمع تولي have nice cats تولي cats هنا نحنا هذه الآي على خاطر الآي هذه الدلع للمفرد وحنا نحن نحولو للجمع أوكي that men that كي نحولوها للجمع تولي نه those أوكي men كي نحولوها للجمع تولي هكذا بدلول ها هذه الآي رجعوا هاي is في الجمع تولي ار انا شفناها في عدة التالغ that those men are my ankles نزيد وغير هذك الاس اس قالك هذو كالنس عمومي ولا أخوالي أوكي ankles نزيدو الاس أوكي التمرين ولا الجملة اللي بعدها there is a bank هنا there is a bank وش نقولو نقولو خلو هذي الذير كي ما راهي is وش تولي كي مع الجمع نقولو there are a bank نحول ا ونديرو banks a park فاصيلة park سننحو الأولي أنها نحول الجمع and a نطيروها swimming pools swimming pools in عفوا in this is these city cities okay نحينا y ودرنا ies okay هكا الجمعة تها نبدو في التمرين الثاني وش يقولك هنا يا يقولك classify the following words in the correct column س ز ز ز ز ز ز ز محينا على حسب النطقة على الاس اللي جايه في الاخر هنا عدنا بوت كيكون عندك تي وراها الاس دائما نديروها هنا يا بوت ز اوك؟ وampa المنزل ميزيم ز ميزيم ز ز اوك؟ هنيا يكون عندك هنيا الجي الصوت تاع الجي وموره اس وانقوله غراجيز غرا جيز أوك؟ عدنا هنالكا ولكس عدنا تاون كيل ايقبل الاس مقولو تاونز نكذبو هنالكا تاونز فينش الاس واله هنا ياس ايش ومراها اي اس فينيشيز فينيشيز بوك بوكس كيما ولك بوكس بعدين سنتنس كيكون عندك الصوت هنا تع الس سنتنسيز سنتنسيز بيبي كيكون عندك هنا i ومورها ال es بيبيز هنا في الز بيبيز مشي بيبيز بالك تغلط بيبيز هنا فوكس خالش عندنا ال x هنا عدنا هنا داش ولا داش نقدروا نقلوها داش داشك عفوا داشك هو ال بيرو داشكس داشكس هنا صح هزيدوا هذي كداش لكون يعطي لك هنا يا دي شيز يعطي لك هذه ال s h دائما نجي دي شيز متفاهمين هذي بالنسبة ال final s روحوا نشوفوا التمرين الموالي هنا عدنا أصوات أخرى قل لك write the following words in the right column هنا عدنا س أوكي الصوت تعالى س عفوا ش هذا مكتوب كيما الأس ويبن كيما الأس بصحة النطقة تتاعوا هناك تشوفوا حرف بين عارضتين عرفوه بالليه صوت هذا الصوت هنا ش وهذا ت وهذا ك عادي أوكي شوفوا شي يقول لك يقول لك هنا عندك هذه المجموعة من الكلمات وحطهم من هنا كتصيب ال c h ولا هذه ال c h دائما نحطها في ال c خلاص كتصيب ال c h حطها يا إما هنا وفي بعض الأحيان ننطقوها لا وفي بعض الأحيان c h هذه c h عفوا مش ال s h إسألة c h ننطقوها c h هذه خطرات ننطقوها هاي لك ch وخطرات ننطقوها ك بصح يعني مشي دائما في نادر الأحيان ننطقوها ك دوك نشوفوا وقتاش هنا r هنا في هذه الكلمة architekt كما يقولها بالفرنسي مهندس هنا نقوله architect في هذه الحالة c h ستنطقنا k ما كان حتى قاعدة تقول لي كي تلقاها هكا ننطقها لازم تكون أنت تعرف الكلمة اوكي architect زيد هنا shoulder sh دائما تجي في الشو اوكي shoulder مع sh مع دنش مشكل صح كينا كينا خطرات هذه sh نصيبوها على شكل s دقوا نشوفو الأخر دقوا نشوفو الأمثلة teacher عدنا هنا في الحالة ننطقوها teacher ah هنا 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 في هذه الحالة ما نقولوش sugar سكر نقولو sugar هذه راه تنطقتنا sh sugar اوكي هنا في هذه الحالة sh ch stoma stoma stomach و هنا french هنا سهلا راهي تنطق ch خلاص فهمتو بالمختصر المفيد كنصيبو SH نحطوها هنا هنا في بعض الأحيان نصيبوها CH وهنا يا والراهي ولا S وهذه في بعض الأحيان هذه التنطقة CH التنطقة نروحوا للتمرين الموالي SHOULD معنى أنصحك بفعل حاجة ولا من الأحسن فعل ذلك و SHOULDN'T لا أنصحك بفعل ذلك ولا من الأحسن أن لا تفعل ذلك صحيح؟ دقنا نبدأ ونقرأ قل لك شي GO ON DIET لازم تدير الريجيم احنا وشو نقوله؟ احنا لازم نقوله شي SHOULD صحة نزيد نعطيك واحد لقاعدة SHOULD دائما يجي فعل اللي مراها ما تدير لو ولو لا S لا E S لا ولو يجي STEM STEM معنى أنت غير مصرف HE EAT HEALTHY FOOD WITH LOTS OF FAT SUGAR AND SALT هنا أنا غالطة نكتبوه WITHOUT بدون ها لا 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 هنا نكتبوه هنا نكتبوه UN HEALTHY FOOD سمع سمع بك نقرأها لك تفهمها وش تحط لا تحط SHOULD ولا تحط SHOULDN'T هنا وش يقول لك؟ قال لك هو يأكل غيظة غير صحي UN HEALTHY FOOD WITH LOTS OF FAT فيه بزيف الدهون وفيه السكريات وفيه الملح احنا وش نقولو؟ احنا نقولو ما لازمش احنا نقولو HE SHOULDN'T احنا نقولو HE SHOULDN'T HE SHOULDN'T EAT UN HEALTHY FOOD SHE DRINK TOO MUCH SODA تشرب بزيف المشروبات الغازية احنا نقولو لا لا متشربيش SHE SHOULDN'T لا لازمش HE PRACTICE SPORT هو يمارس الرياضة نقولو من الاحسن يمارس الرياضة HE SHOULDN'T أوكي هذا التمرين انتع FINAL فماشي FINAL S تشو والشو والكو درناك ما هو من الاحسن انتقلو التمرين الثاني الموالي وش قال لك هنا يا شوف قال لك REORDER THE FOLLOWING WORDS TO GET CORRECT SENTENCES هنا عطينا سؤال هناك يعطي لك سؤال بدا تحوس على الكلمة اللي تبدأ بWH الى ما صدش روح حوس معليش روح نشوف الفعل التيعنا هاوليك الفاعل التيعنا هاوليك بقاتلنا هذي MUST MUST كي تصيب MUST وعندك سؤال بدالي بMUST أوكي نقولو MUST ونبعد لازم نديرو الفاعل اللي هو HE ونبعد نديرو الفاعل الفعل عفوا HE SEE A DOCTOR علامة الاستفاة نتقولي يميس عليها ما درتيش HE MUST SEE THE DOCTOR هنا عدنا سؤال كي تكون عدنا سؤال نقلبوها نديرو MUST في اللول وبعدها الفاعل أوكي الأكسلوري اللول والفاعل الثاني يلا رقم اثنين عدنا SPORTS YOU PRACTICE MUST نقطة هنا ما عدناش علامة استفاةام أوكي هنا عدنا علامة استفاةام بدينا بيها بالصح هنا كي ما تكونش علامة استفاةام نبدو بالفاعل عادي وراو الفاعل تعنا عدنا YOU صح عم بعدها الفاعل تعنا PRACTICE وعدنا MUST نحطه MUST قبل PRACTICE MUST PRACTICE PRACTICE نقاتلنا SPORT نكتبو SPORT SPORT أوكي علاش هنا قلك هو يجيبو عليه ممارسة الرياضة أوكي نقولوه هنا SPORTS قلك NOT هنا أرضي بالك الجملة رهي من فيها NOT SHE MUST EAT FAST FOOD TOO MUCH نديرو هنا نبدو بالفاعل لأنها جملة عادية ما فيها جعل ما تستفاهم نديرو SHE بصح هذه رهي تكون جملة من فيها يعطونا هنا جملة استفاهمية جملة عادية جملة من فيها SHE ومبعد عدنا لازم نحوسوا على الفعل HOW FILL EAT ومبعد عدنا MUST MUST يجيق بال E الفعل ومبعدها NOT من فيها وش نقولو SHE MUST NOT EAT ما لازمش عليها تأكل SHE عفوا SHE MUST NOT EAT SHE MUST NOT EAT FAST أو لها TOO MUCH FAST FOOD TOO MUCH SHE MUST NOT EAT TOO MUCH FAST 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 TOO MUCH ما لازمش تأكل بزيئ فاست فود FAST FOOD أوكي رحوا للتمرين رقم سبعة وش يقولنا التمرين رقم سبعة complete the following dialogue اعطالك dialogue هاوليك جواب 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 انت رك رايح تكتب لي السؤال كي جي تكتب السؤال اجماعة اقرار لي الجواب قبل قللك I have three meals every day قلو انا ناكل ثلاث وجبات كل يوم انا وش هو يقولو شحال من وجبات ياكل في اليوم نقولو واحنا كلمة هذي كم عدد هي how many how many أوكي how many ماذا meals شعل من وجبة انت تأكلو وش نقولو how many meals هناك هي يعطيلك A I دائما في السؤال تتحول you اللي يعطيها لك في السؤال you دائما تتحول I في الجواب how many meals لازم تدير لي do أوكي you have هاي لك هاي هاي تتحول في السؤال you وزدنا قبلها do أوكي توليناك do you have every day أوكي هاي واضح رحو لتمرين ولا الجوملة الثانية قللك هنا يوش قلت له لازم تقرأ الجواب باش جيت بني السؤال قلت آمين قل له yes it is آه ما لهنا ما دام غير تسيب كلمة yes it is وش تقول عايلك تبدأ قبل كي قبل النقطة ادي هذيك ال is بدا بها is ومبعد تقال لك my meal is rich of vegetables وش تقول is هنا عندك my هاي في السؤال ترجع your is your meal is your meal ايه rich of vegetables هذا ما كان غير كلمة اللي اعطاهم لك عاود ردهم زيد غير كلمة ولا زوج of of vegetables على متل استفاة أوكي زيد هنا قل لك yes it is ثاني عفوا هذي خلاص هذي رحوليها i usually eat vegetables and fish for lunch غير تصيب كلمة vegetable هذي usually ولا every day ولا often ولا اطرحلي السؤال how often how often ما عندها شعال من خطراف النهار أوكي أو يقول لك usually how often do you eat vegetables and and lunch and fish and fish for lunch أوكي شعال تياكل من الخضرة وال وش يسموه آآ آآ لا لا هنا نقدر نقولوا هذي how often تبع معي مليح إذا كان السؤال على هذي تبع how often do you eat هنا عدنا i نرجعها you you eat eat vegetables and and fish and fish for lunch قادر هكذا ودير السؤال قادر لو كن ما عطالكش هذي وش تقول what do you eat what do you eat what do you eat for lunch ماذا تأكلوا في lunch أوكي نكملو هذي yes I do ماذا ما طالك yes I do هذي do نبدو بها وش نقولو do وهذي I قلب هذو الزوج do you قلت لك I كي يعطوها لك هنا لازم في السؤال ترجعها you do you practice sport do you practice sport practice هنه ندروها جمع sports أوكي زيد مبادوش قل لك هنا yeah I every day practice sport هنه نقولو هنه نقدرو نستعملو how often هنه لو كان ما استعملناش how often أوكي هنه بساعة طاولنا هذي لازم نستألو how often معلش نعودوها نقولو how often often do you practice sports هو يقولو every day أوكي هنه بالنسبة للتلاميذ اللي مازالوا في درس الاتجاهات يقدروا يدروا متمرين كما هذا هنه قل لك write the correct imperative verbs under each sign هنه قل لك عطينا الامبراطيف بتاع كل واحدة عطالك هنا turn on the right go straight ahead turn on the left left الياسر right اليامين straight ahead روح قبالة أوكي نبدأ turn on the right وراه الright وراه هذي هي اليمين نكتبها هنا turn on the right أوكي turn on the right هذي عكسها turn on the left left أوكي هذي go straight ahead ها راهي واضحة نزيد ونكملوا آخر تمرين هما قدتك هذي اللي ما زلوا في درس ممكن يجيهم على الاتجاهات وشي يقول لك reorder the following word to get correct sentences عطاولنا هنا في الجملية الأولى عدنا سؤال نبدأ ونقرأ the restaurant المطعم where أين please is رويس ألاو يقولوا وراها الرستورو هنا نبدأوا بأين where ونبعد is وشنو the restaurant أين يوجدوا the restaurant ونتاك تكون تقدر معا إنسان ما تعرفوش رح تقولوا please وقبل لplease في اللغة الإنجليزية قال لك لازم تحط لي فاصلة هاي لك فاصلة أعطوها هنا هنا يا ونديروا please وندير لعالمات الاستفاة ما تنساهاش ونبعد me help could find way my you علامة الاستفاة هذي رح يطويلة غير الذكي اللي عرف يديرها اللي يحب يديرها يحبس الفيديو يديرها ويحاول يشوف التصحيح هنا ما عدناش wh question بساعدنا could could نقدروا نبدو بها نبنو بها السوء نديروا هاك could يقولوا معليش لكان يقولوا معليش أنت could you لو كانت تعاوني could you help me معليش تعاوني help me أنا خصت خصت to على بالكم خصت to to find باش نصيب طريقي to find باش نصيب my way وعالمة الاستفاة my معليش تولي لي وين نصيب طريقي تعي وعالمة الاستفاة أوك يلا زيد الاخيرة قال لك there is near school here ايضا السؤال ما عندناش wh word نبدو is هل يوجدو أنا لازم ندو هل يوجدو is there هل يوجدو ماذا يوجدو school هل يوجدو school مدرسة near here بالقرب من هنا بالقرب من هنا اهي يعرفون near here وعلمة الاستفاة هكذا راح تكون الاجابة المهم كانت هذي مراجعة اللي اقترحت حالكم بالاختبار الفصل الثاني ان شاء الله تكونوا فهمتم الى حبيتوا كل هذي تكون مكتوبة راكم راح نتلقاوها في صفحتي على الفيسبوك بالاضافة الى عندي تيليجرام عندي انستغرام راني حنحطكم كل شي في صندوق الوصف ولا في اول تعليق راكم راح نتلقاو ايضا مراجعات اخرى منشح اندلها فيديوهات في الفيسبوك اوكي نقولكم السلام عليكم ونتقل في فيديو اخر ان شاء الله